شكراً سيادة الرئيس أهلاً لا يحتاج الفاسدون الحكوميون في العراق إلى انتظار تولي منصب حكومي كبير ليبدأوا نهب أموال الشعب العراقي فالفساد في عراق المحاصصة والميليشيات له مراتب ودرجات وكل ينهب بحسب قدره والفاسد الكبير يقدم الدعم لما يليه في سلم الفساد في حالة من التنسيق والتواطئ المتبادل بين الجميع أحدث ما كشف عنه عن صور الفساد في العراق هو ما أثبته بالوثائق النائب أمير المعموري حيث كشف عن تخصيص ما مجموعه 18 مليار دينار من موازنات الدولة العراقية كمنح مالية للأحزاب الممثلة في البرلمان أو المشاركة في الانتخابات منذ العام 2018 وحتى العام 2024 حيث حصلت الأحزاب الممثلة في البرلمان على 80% من تخصيصات هذه المبالغ بينما ذهب ما نسبته 20% منها إلى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية ولم تحصل على أي مقاعد نيابية وكأنها مكافأة لها على فشلها في الانتخابات ويتمتع النواب في العراق بامتيازات هائلة قد تتجاوز ما يتمتع به وزراء ورؤساء في دول غير العراق إذ يلزم القانون وزارة الصحة بعلاج النائب خارج البلاد في حال مرضه أو إصابته كما تخصص خمس سيارات دفع رباع ضد الرصاص لرئيس مجلس النواب ونائبه في حين توفر الأجزاء الأمنية 16 رجل أمن لحماية كل نائب من النواب ناهيك عن الرواتب التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات بحسب اعتراف بعض النواب أنفسهم وكذلك الراتب التقاعد مدى الحياة للنواب السابقين رغم أن مدة خدمتهم البرلمانية لا تتخطى الأربع سنوات فقط لكن يبدو أن ذلك كله لم يكفي القائمين على الأمر في العراق فقرروا منح الأحزاب مليارات الدنانير دون وجه حق بينما تتصاعد وبصورة مرعبة معدلات الفقر والبطالة وانهيال الخدمات في العراق ليؤكدوا بذلك جدارة العراق الحالي تحت سلطتهم الطائفية بنيل مراكز متقدمة في صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم ترجمة نانسي قنقر